السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بوصفة حديليس كنت مننا دائما تكونوا بخير وعلى خير هاد المرة سنتقسم معكم طريقة تحضير خبيزات من ارواع ما يكون كيأتي الشكل ديالهم جميل بثاف وكيأتي خفافين ورطبين ومفشفين من الداخل وكيأتي بطبيعة الحال والاهم من هاد شي كله انهم خبيزات صحيين خبيزات خاليين من الجلوتين لا نستعمل فيهم اي نوع من انواع الدقيق اللي معروفين سواء الدقيق الابيض او القمح بانواعه لا نستعمل فيهم الزبدة فكيبقوا كيفما قلت صحيين الناس اللي كيدروا حمية او لضيت وحتى الناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين نبقوا معيات الاخر الفيديو باشتبعوا بصوت شو بطريقة تحضير المكونات ومتبخلوش عني بلايكات ديالكم وتعليقاتكم باش كتشجعوني وبرتاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم محبابكم باشتعم الفائدة ونبدأ على بركتي الله في الطريقة مع المكونات فهنا يا عندي البطاطا اللي هي المكون الأساسي ديال هاد الوصفة هنا غدي نستعمل 370 جرام ديال البطاطا وكتبقى على حسب اللي بغيته انتم تقدروا او لا تقلوا لحسب اللي بغيته او لا كتاخدوا قياس 3 ديال الحبات لمتوسطة الحجم اللي بغيته تحصلوا على نفس الكمية اللي تحصلت انا عليها فهنا يا تحصلت على 12 ديال هاد الخبيزات هادو خديت البطاطا ووصلتها بطبيعة الحال وقشرتها وكن قطعها المكعبات الصغيرة وتقدروا تستعمل البطاطا بقشورها يعني غدي تتلقوا البطاطا بالقشرة ديالها باش كتبقى محافظة على المنافع الصحيه دياله غير حتى هالطريقة اللي غدي نستعمل انا غدي تبقى البطاطا الصحيه وغدي تبقى محافظة على المنافع ديالها الصحيه كندير البطاطا في كسرونه كنزيد عليها واحد شوية ديال الماء مكان كتروش الماء بزاف باش ما يبقى نشف تالي ونطر انا ننصفها كندير واحد شوية ديال الماء غير اللي غدي تطيب فيه مكان كتروش الماء كنخلي واحدة كالطيب مزيان بحال هاد الشكلاته كنديرها على عفية مهيلة رها ضغية كالطيب وهي باقية سخونة غدي نديرها في البول ديال العجنة لانني غدي نستعمل العجنة في تحضير الوصفة كيف ما كتقدروا تعجنوا المكونات كلها غير بيدكم على البطاطا غدي نزيد بنصف معلقة صغيرة ديال الملح ونزيد معلقة كبيرة عمران زيان بالعسل ديال النحل إلا ما توفرش عندكم تقدروا تعوضوه بدبس التمر باش تبقى الوصفة الصحية 100% وتقدروا تعوضوه بسكر الأسمر كديروا جوج مع الققبار وإلا ما توفرش عندكم كديروا غير السكر العادي يعني ساندة وغدي نزيد الجوج مع الققبار ديال اليغورت الطبيعي كديروا تعوضوه كدير بنصف كاس ديال الحليب اللي يكون دافي قدروا بيضاء بلديات قدروا غير البيضاء العادية والمكوين الرائع اللي غدي نزيد لها هذا الوصفة هو الخميرة البلدية قدر منها جوج مع الققبار وغدي نزيد درس معلقة ديال الخميرة الفورية في حالة ما توفرت عندكم الخميرة البلدية قدروا معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية لا تكترش منها لأنه جو سخون قدر نصف كاس ديال العنباء ديال زيت الزيتون ونخلط هذه المكونات كلها بالأحسن هرسوا البطاطا بشي فرشطة يعني حتى تهرسوها مزيان عاد كتزيد لها الباقية ديال المكونات باش كتطحن بسهولة فهنا يا مره مره قدر نزيد ديال الطريفات ديال البطاطا الوسط باش تطحن مزيان و باش تخلط مزيان لأنه في الأخير يجب ان تحصل لواحد العجينة ارتباء و ملسة و لا يوجد طريفات بالنسبة للمكونات الذي سنجمع به هذه العجينة فهو الروز سوف نأخذ واحد الكمية سوف نطحنها سوف نطحن هذا الروز حتى يتليين و بودرة تقدروا تطحنه عند المحالات التي يبيعون توابيل درامك يطحنه بحال هذا الشيء بالنسبة لأنه لا تريد الروز او لمسه فرش عندكم تقدروا تعوضوه بالنشا وممكن تستعملوه فقط الدقيق الأبيض لما كان عندكم حتى مشكل صحي فأنا هنا كنقول لكم مكونات الصحية وكنقول لكم كذلك البدائل العادية سوف نزيد الدقيق الروز شوية بشوية سوف نخلطه وانا نزيد الدقيق حتى تجمع لي العجينة بالنسبة للقيص بالضلط الدقيق فرني ما قلت لكم لأنه كتبقى على حسب الكيمياء و حسب النوع الدقيق اللي سوف تستعمله فكتبقى تزيد الدقيق بحالك ده شوية بشوية حتى تجمع العجينة وفي الأخير كانت تحصله على وحدة عجينة التي تكون رطبة ولا تكون قاسة بشف كيكونا ترطبين هذه الخبيزات وانا نشفشين سواء انها تكون دقيق صحي او الدقيق العادي سوف نحصل على يكون عجينة التي تكون رطبها بحالك ده شوية تلسق بالتواج يعني لا تقصحه العجينة طيب تحصل على النتيجة النهائية تكون مرضية هذا هو شكل اللاجينة سوف نزيد نعجنها قليلا سوف نجعلها كثيرا لأن المكونات التي قمت بها لا تجعلها لأن المكونات كلها خالية من الجلوتين سوف نتوقف نضيف الخلط سوف نسجم سوف نزيد شرب الروز سوف نجمع الجوانب نتوقف الضوء ثم نضيف نضيف ماء ثم نضيف 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 ثم نضيف ونضيف نضيف نضيف خمرة 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 بعد المخمرة نستخدم زيت الزيتون لأن المضاق خفيف لا نقص حشب يزيج ثم نحن نصف مكان زيت الزيتون نجمع دباء اللاجينة نقسم قطاع الصغير نقوم بسرعة أرطب نضع صنية الفرن نضع الزبدة ونضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة نضع الزبدة لأنه يزيد خمر نضع الزبدة ينضع الزبدة فقط يزيد خربة نضع الزبدة ف discrete اقل فبقية الزبدة المンダ jed يتم بالقوق يخحص الزبدة نضع الزبدة ثم نقوم بخمره في 4 ساعة حتى 20 دقيقة ثم نقوم بحليب من فوق من الأحسن أن تستعملوا بحل هذه القريعة لأنها تكون عملية أحسن من الشيطة لبعض المرة ترجع فيهم الخميرة هذه القريعة متوفرة في الأسواق ومتواجدة ومناسب جدا بخمسة درهم من الأحسن كل شيء يوفر عليها بالنسبة للتزيين يجب أن تكون أختياري إما تجعلهم غير خوين أو تزيينهم بأي حاجة وتوفر عندكم في البيت تقدروا تديرهم غير سميدة تقدروا تديروا الجنجلان عادي تقدروا تشكلوا بحالها بك فأنا هنا يزينتهم بجنجلان أبيض بزرعة القرعة الأحمر بزرعة نور الشمس وبحب الرشاد استعملت الشوفان وقبل أن تزيين كان يشعلت الفران يسخن كان يسخنه جيدا بحالي لغدين طيب الخبز بالنسبة للطيب هذه القرصة لا يحبط طيب القرصة من الأحسن الفران يكون سخن مزيان لأنه لا يشعروا من الداخل لأنه لا يوجد مكونات يحتاج طيب الكثير يتحمرون بسرعة ضروري أن تكون مراقبين الفران نكمل القرصة بنفس الطريقة حتى نرشهم بالحليب تقدروا تديرهم بالحليب و تقدروا تدهنهم بالبيض حتى نرشهم بالحليب و تخففهم بالحليب لأنه لا يحمروا بسرعة و خالفت لهم قطعة البيضة والشكل جميل و هذا هو الشكل النهائي بعد طيبتهم و أخرجتهم كاملة من الفران كما قلت لكم حصلت على 12 قطعة لكل واحدة تقدروا تديرهم في الطريقة أو تخلفوا فيها فكيف يبقى لكم الاختيار يجب أن يكون الشكل جميل و يفتح الشهية و احتهد الحبوب صحية كما تعرفون المنافع و تعطيهم جمالية و كذلك فائدة فهذه الخبيزات يجب أن يكون خفافة و بطبيعة الحلداد و ليس ضروري يتناولهم غير الناس أو يتبعوا حمية حتى الناس العادي يقدروا يديروا هذه الوصفة و تستمتعوا بهذا الخبيزات و أتمنى أن أعجبكم و تجربوهم و تبرتجوا الفيديو مع الأصدقاء لأن الفيديو كله فائدة و مهم جدا و إلى اللقاء أما فيديو جديد ما سلام موسيقى 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 موسيقى